ثم أضاف إحنا الدولة الوحيدة مغاربيا وإفريقيا قال لك إحنا عنا أفضل منظومة صحية مغاربيا وإفريقيا عندما يسمع الجزائري هذلك لهم الجزائري اللي يروح لتونس وهم بالآلاف الجزائري اللي يروحوا لأردن وهم بالآلاف الجزائري اللي يروحوا لتركيا وهم بالآلاف الجزائري اللي يروحوا لفرنسا وهم بالآلاف الجزائري اللي يروحوا لكل بلدان العالم بشي بحثوا على علاج وهو يقول إحنا عندنا أفضل منظومة في الاتحاد المغاربي أو اللي قال في المغرب العربي وفي إفريقيا تكذب على الحي والعلمية الناس خرجت وفيه مئات الفيديوهات آلاف صور فيه حتى برامج ديرتها قنواتكم انتعى الأوضاع الكارثية التعى المستشفيات الجزائرية إلا قليلا خليني نوريك لبعض منهم مدم عندنا أفضل منظومة صحية في دول المغرب العربي وفي إفريقيا خليني نوريك لبعض ومن نسرة معارفينها لكن فقط كل مرة نجيبوه لكم الأدلة بالحقائق يعني هاي صور هاي صور انتعى القذارة داخل المستشفيات هاي بعض الصور يعني هاي الصور تاعى المستشفيات انتعى نحاب أفضل نظام صحي في إفريقيا وفي الاتحاد المغاربي هاي الصور هاوا واحد مرمي من المستشفى طبعا كان فيه اللي مات أرماوهو مات لكم تذكرين القصة انتعى عالنا يكذب عالنا لا يستحي لم يعد يستحي ثلاث أربع كلامه اللي كان يقول فيه كان فيه يا يخادع يا يقول نصف حقائق يا يكذب هذا الى ما اقولش كل كلامه قال لك عالنا أفضل منظومة صحية نتمنى على شباب فيسبوك واليوتيوب وتويتر يردوا عليه ويجبولو ويعمرولو بالصور وبالفيديوهات الوضع الصحي في البلاد هذا الكذوب هذا اللي راه يكذب بلا حياء باش نورولو أفضل منظومة صحية في الاتحاد المغاربي وفي افريقيا آذافي قال لك مرات حتى خير من بعض دول أوروبية وثم قال احنا كنا أول ما نغلق المعلاعب أول ما نغلق الكريش أول ما نغلق وهذا كله كذب لم نكن الأولين كانت كينا هناك بلدان سبقتنا لذلك أقل شي سبقتنا الصين الصين أغلقت منطقة كاملة فيها 60 مليون منطقة يوهان لأن لم نكن الأول إيطاليا سبقتنا أغلقت نصف إيطاليا ثم إيطاليا كلها وكانت أسبق منها وكثير من البلدان سبقونا في الحقيقة فيقال لك نحن معناش قرية ما فيهاش صال دي سوان صوروه لي صال دي سوان يا إخواني من فضلكم صوروه لي صال دي سوان اللي موجودين في كتير من القرى وفي كتير من المدن الصغيرة صوروهم لو حطوهم لو باش يشوف ها ممكن عندك المبنى عندك غرفة وغرفتين ممكن لكنها لا تصلح للحيوانات لكنه يكذب يكذب لأنه ما يعرفش مستشفيات الجزائرية هو يعرف هو عنده راه وزير من أيام الإنقلاب من 91 هو وزير من بداية 92 كان وزير في وزارة الداخلية كان الشخص الثاني مع العربي بالخير وكان هو اللي أشرف بالمناسبة كان هو اللي أشرف على المحتشدات كان هو وثلاثة ولا أربعة واحدة أخرين من الحنوشة هو اللي أشرف على المحتشدات اللي أرسل ألاف جزاني للصحراء ولمراكز السرطان اللي أجرت فيها فرنسا القنابل الجرثومية والنووية وبيولوجيا إلى آخره ومن منتصر في السبعينات وهو ولي فهو لا يعرف المستشفيات الجزائرية وفي أسوأ الحالات يعرف عن نعجة لأجنحة لتعالفياي بي كبار المسؤولين لما يكونوا في حالة يدوهم قبل ما يحولوهم إلى فرنسا طبعا فرنسا دايما هي الأصل على ذيك هو يعتبر أنه عندنا أفضل مستشفيات وليسال دوسوان وأفضل نظام صحي في إفريقيا وفي اللام ثم قال أون فابريك لتاست إنتعنا وراء عندنا 26 مركز إنتع لتاست مكاش دولة عندها إمكانيات اللي عندها تدير لتاست قال للناس أنت اللي تدير لتاست باعترافكم أنتم في البداية كانوا 90 تاست في النهار ثم لما أضفتم أصبحوا في أفضل الحالات 500 أو 600 أنت تقارن مثلا وتقول ما كاش دولة تدير لتاست كوريا الجنوبية تدير 400 ألف تاست في اليوم ألمانيا كانت تدير على الأقل 200 ألف تاست في اليوم ثم أضف قال لك وبعدين كي تدير لتاست ممكن تعود تظهر له تخل في تقنيات علمية وطبية فيها خلافات صحيح لكن هو خلاص حسن نحن لم ندرنش لتاست بززاف لأنه ما يهمش كي تدير لتاست لأنه ممكن يعود يأخذ الكورونا إما لا كيفاش تعرف واحد عنده الكورونا ولا لا لكن فيما بعد يكذب ويقول إحنا البلد الوحيد في العالم اللي كيموت الواحد ندير له تاست هذه أيضا كذبة كبرى كثير من البلدان لما يموت يقولوا باش مات أغلب البلدان مش كثير أغلب البلدان لازم أي واحد يموت لازم يقولوا له باش مات قال لك إحنا كيموت الواحد حتى مرات نديروا له تاست باش نعرفوا لانك ما عرفش باش مات في الاصل انك بمجرد ما يموت تعرف مش يتديروا تاست من بعد لكن حتى الدول اللي ما لما تدارش التاست كما إحنا تديروا من بعد باش تعرف باش مات مالكيوش جاوي حسابات كورونا عندهم وكيفاش جاوي كالب بخيدا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة